في شهر نيسان 1968 وصلت مجموعة من نشطاء اليمين الصهيوني لمدينة الخليل على شكل سواح حجزوا في أحد فنادق المدينة وبعدها أعلنوا أنهم لن يغادروا مدينة الأجداد بالنسبة لهم طبعاً لاحقاً هذه المجموعة توصلت لصفقة مع القائد العسكري الإسرائيلي لمحافظة الخليل هي مغادرة الفندق الفلسطيني وأعطوا مساحة من الأرض إلى جانب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية لمدينة المحافظة الخليل وتدريجياً أصبح هناك في مستوطنة إسرائيلية ومستعمرة إسرائيلية بشكل أداق حملت اسم كريات أربع وهو الاسم التوراتي لمدينة الخليل وفي سنة 79 انتقلت مجموعة من نشطاء اليمين الصهيوني من مستعمرة كريات أربع إلى داخل مدينة الخليل ومن هذا الوقت إلى حتى اليوم هناك موجود مجموعة من المستعمرين الإسرائيليين بعيشوا في ست بؤر استعمارية داخل المدينة وطبعاً العدد هو عدد محدود المستعمرين اللي بعيشوا في الخليل بيحكوا أنه عددهم تجاوز الألف لكن هناك مصادر أكثر موضوعية في إسرائيل تتحدث عن حوالي 600 إلى 650 مستعمر وطبعاً جزء منهم هو ما بين 150 إلى 200 شخص هم طلاب مدرسة دينية يهودية يقيموا في الخليل لفترة مؤقتة خلال فترة دراسة هذا الفصل الديني طبعاً إحنا لما نحكي عن البؤر الاستيطانية داخل المدينة هي في مركز المدينة هي في مركز المدينة القديمة وفي مناطق هي استراتيجية ومهمة جداً للسكان الفلسطينيين البؤر الاستعمارية داخل المدينة هي بتتواجد في شارع الشهداء أو في ممرات تؤدي إلى شارع الشهداء ما أود أن أقوله أولاً أن المستعمرين الإسرائيليين في وسط المدينة هم شريحة من أقصى اليمين المتطرف صهيونياً هذول الناس يتعاملوا مع وجودي كمواطن فلسطيني في هذه المدينة على أنه هو الاحتلال في هذه المدينة طبعاً هم يحظون بحماية قوات أمن الاحتلال الرسمية عدا عن أنه تقريباً كل مستوطن بالغ يحمل قطعة سلاح بما في ذلك الإناث المواطنين الفلسطينيين اللي بعيشوا في جوار هذه البؤر الاستيطانية حياتهم اليومية تحولت إلى جحيم يعني السكان هذول دائماً خلال دخولهم وخروجهم من وإلى منازلهم يتعرضون لاعتداءات المستعمرين سواء البالغين أو الأطفال منهم البيوت أصبحت هدف مباشر للاعتداءات نفسها في هناك قضية أخرى التي هي تقييد حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في المدينة بدعوة حماية أمن هؤلاء المستعمرين في عنا في مدينة الخليل حوالي 10 كيلومتر من الطرق الفلسطينيين يحضر عليهم قيادة السيارات فيها في عنا حوالي 800 متر لكيلومتر واحد الفلسطينيين يمنعوا من المشي فيها وأنا هنا يعني في عندي سؤال لكل الناس في العالم أنا بطلب من أي شخص في العالم يتخيل نفسه بعيش في شارع يمنع من الوصول إلى بيته مشيا أو بوسط السيارة كيف ممكن يصل لبيته؟ هذا السؤال لم يأخذ بعين الاعتبار من قبل الضابط الإسرائيلي الذي فرض هكذا عقوبة جماعية على سكان شارع الشهدة في مدينة الخليل وطبعا اللي أجبر الغالبية العظمى من السكان لمغادرة الشارع والجزء البسيط اللي بقي في الشارع يستخدم السطح كمدخل أو ممر للوصول لبيته بالمرور من سطح إلى آخر حتى الوصول إلى بيت آخر له مدخل على شارع آخر ليصل منه إلى بيته في هناك حوالي 520 محل تجاري تغلقهم سلطات الاحتلال بشكل متواصل وعبر أمام العسكرية مباشرة في هناك حوالي 800 محل تجاري آخر تغلق أبوابها بسبب الإجراءات الاحتلالية في المدينة بسبب مضايقة الزبائن ومضايقة أصحاب المحلات والقيود على حرية الحركة في مدينة الخليل حوالي 100 حاجز وطريق مغلق ونقطة مراقبة عسكرية الغالبية العظمى تتركز في منطقة H2 من الخليل الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية الاحتلالية المباشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر